أهلا بحضراتكم مؤتمر المناخ كاب 27 والله يقام في شرم الشيخ هو حدث عالمي ومهم بكل تأكيد بيجمع القادة والمسؤولين وطبعا الشباب اللي هيتجمعوا مش بس في القمة لكن أبلها كمان خلال مؤتمر الشباب للمناخ مؤخرا تم اختيار الدكتورة أمنية العمراني مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ للشباب هي معانا دلوقتي طبعا عشان نتعرف منها على دورها وأسباب اختيارها كمان يا دكتورة صباح الخير صباح النور يا أهلا بيك وألف ألف مبروك اختيارك طبعا لهذه المهمة شكرا شكرا بكل تأكيد مهمة مش هتكون سهلة في مؤتمر عالمي العالم كله بيتفرج وبيتابع وبيشارك في هذا المؤتمر قبل ما نتكلم عن دورك طبعا والعوامل قدت لاختيارك عايزين نتكلم في البداية عن المؤتمر بشكل عام وأهميته طميم هو فعلا الفكرة عن المؤتمر ده بيتعامل كل سنة أنا حضرت في أخر ثلاث سنين المؤتمر لما اتعامل من أول 2018 في بولندا بعدين في 2019 كان في مدريد وأخر مرة كان في جلاسكو فكرة المؤتمر إيه؟ إنه هو فيه طبعا قضية تغيير المناغذة أهم قضية تأثر على مش بس ساحة البيئة ساحة الإنسان وكل حاجة عمتن في حياتنا وفي العالم علشان كده جوم في باريس ساعتها في كوب 21 عملوا زي اتفاقية في أكتر من مئة بلد مضوا عليها وده كان إنجاز أصلا أنه العالم عرف يتفق على حاجة واحدة إن إحنا محتاجين نشتعل على تغيير المناخ ومحتاجين إن الشغل بتاعنا يبقى بقى طارق علشان إحنا عايزين نحاول إن درجة الحرارة ما تزدش عن واحد ونص وده هدف المؤتمر ودائما بنقول عليه الوان بوينت فايف جول فطبعا ذي أول سنة مصر تبقى مسكأ المؤتمر ده ده طبعا إنجاز مش بس طبعا لمصر لنا كبلد بس لأفريقيا إن إحنا دائما المؤتمر كان بيتعامل في بلاد كان صعب قوي إن ناس مثلا من أفريقيا أو من حتى الشرق الأوسط يعرفوا يوصلوا لي خاصة الشباب فده طبعا فرصة حلوة للشباب حوالين في أفريقيا أو في الشرق الأوسط إن هم يقدروا يشاركوا في مؤتمر عالمي مش بس بيإنكلود رؤساء الدول أو الوزراء لأ ده معمول للناس معمول للمنظمات الدولية والمنظمات الشباب والمنظمات والناس وحتى الناس اللي بتعمل الشغل جوة البلد يبقى لهم بفرصة أن هم يتواصلوا كلهم مع بعض ويشوفوا حلول مع بعض طيب دكتور أمنان عايزة أبتدي معاك من الأول اهتمامك بخضايا تغير المناخ ويعني كنت بتكلمي عن أنك حضرتي ثلاث فعاليات إزاي الشباب العادي يقدر إنه يعني يكون عنده وعي أكتر بهذه القضايا بالضبط يعني دي أهم حاجة 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 قلتها when it comes to الوعي يعني دلوقتي الشباب إحنا محتاجين وده أكتر سؤال بتسأله طيب إحنا نبدأ إزاي في قضايا زي تغيير المناخ أول حاجة لازم إحنا نبدأ نعرف مش بس أنا كأمنية دلوقتي عارفة تغيير المناخ حاجة بتأثر على المجال بتاعي ودي أهل حاجة في القضايا تغيير المناخ إنه بيأثر على كل المجالات ولا لو هو الصحة لو العندسة لو قانون أي حاجة بتأثر يعني تغيير المناخ بيأثر عليها وأي حد في أي مجال ممكن يشتغل ويعمل حاجة للبيئة ولازم نبدأ أن نفكر أنا أي مجالي بتشتغليها دي أنا دكتورة تجميل جراحة تجميل في مستشفين شمس فأنا يعني بنشد القضايا من طريقة الصحة الجهة دي الفكرة أنه من مجالي أنا أنا دلوقتي يعني بحس أنه هو كدكتورة أنا اللي أصن في الطب علشان أنا نفسي أبقى بعالج العينين وفي نفس الوقت أن أنا عشان أعالجهم لازم أفكر في الحاجات اللي بتأثر على صحتهم طيب إيه اللي بيأثر على صحتهم الأكل اللي هما بيأكلوه الهواء اللي هما بيتنفسوه الماء اللي هما بيشربوه طيب إيه أكتر حاجة بتأثر على الموضوع ده تغيير المناخ فده طبعا مش بس حاجة أنا بعملها لأ ده واجب على أن أنا كدكتورة أبقى بتكلم عن الموضوع ده عشان طبعا إحنا كطب يعني كدكترة بيبقى لينا صوت مسموع وصوت موصوق فيه وفي نفس الوقت أن إحنا شايفين أن إحنا لما يبقى فيه حاجة بتأثر على الصحة إحنا أول ناس هتبقى على الفرونتلين إحنا نفسي هتعالج الأوثار اللي تغييرنا مناخ على الصحة عشان كده أنا ده من مجالي بس كشباب إحنا ممكن نعمل إيه؟ لا طبعا إحنا في إيدينا نعمل توعية للشباب اللي زينا يبدأوا يعرفوا إيه تغيير المناخ طبعا أنا ممكن أعمل إيه؟ دلوقتي ما نعيد في بيتي عشان تغيير المناخ ومش عشان بس إحنا في إيدينا نعمل حاجة عشان إحنا أكتر ناس هتتضر من اللي هيحصل في تغيير المناخ إحنا أولادنا والمستقبل بتاعنا وفي نفس الوقت الفرص المستقبلية اللي لينا برضو هتتأثر طيب بالتأكيد كان فيه مجموعة كبيرة من العوامل كانت وراء اختيارك لهذه المهمة عايزين نعرف ليه تم اختيارك وبرضو دور كنت تحديدا هيكون إيه؟ أيوة أول حاجة فكرة أن أنا كنت حضرت المؤتمر ده كذا مرة يعني على مر السنين اشتغلت مع منظمات دولية كنت بشتعل مع منظمة دولية بتمثل شباب طب كنت بمثل مليون و300 ألف طالب طب في المؤتمر فكان عندي الفرصة أن أنا أشتعل مع الأمم المتحدة ونظمة صحة العالمية طبعا الكوب نفسه هو مؤقتة جدا نحن بدأ نفهم كيف يمكن الشباب يدخلوا فيها فأنا فعلا كنت محظوزة أن أنا أشتعل مع شباب من العالم وأعرف هما بيعملوا إيه مش بس من الطب بس من جهات مختلفة وسعيدها ده سعيدني فعلا أن أنا برضو البوزيشن اللي أنا فيه ده أول مرة يتعامل في التاريخ يعني أول مرة الكوب يقولوا إحنا هنعمل يا جماعة بوزيشن ده موجه للشباب بس وده طبعا إنجاز لنا إحنا كشباب في العالم إن إحنا دورنا يبقى موجود ودورنا يبقى يعني راكب نايز إن هو إن إحنا جزء من تنظيم المؤتمر المستهدف إيه من وجود دور للشباب في هذا المؤتمر؟ نعم المستهدف إيه؟ يعني إيه دور اللي هما طلبينه منكم؟ أهم إحنا ككل سنة المؤتمر ده بيتعامل كشباب بيجي لنا دعوات إن إحنا نطلع ونتكلم نطلع ونشارك نطلع ونشارك في ورشة بس دورنا عمر ومكان إن إحنا نشارك في تنظيم المؤتمر المؤتمر ده الورشة هتبقى عبارة عن إيه؟ طيب مين هيتكلم؟ مش بس الشباب بتتكلم في إفنس ليه علاقة بالشباب؟ لأ أي إفنس ليه علاقة بدور المرأة ليه علاقة بالنجوشيشنز والحاجات المزارات بيتكلموا فيها يبقى فيه مش بس كونبريسيشن ما بين الشباب ما بينهم وما بين بعض؟ لأ الشباب بتتكلم مع الوزرات تتكلم مع الناس المهمة اللي هي ليها قرارات لما ترجع في بلادها يبقى الشباب جزء أصلاً من المؤتمر فدي فكرة وفكرة طبعاً إن إحنا مش بس بنمكن دور الشباب عاماتها لأ دور الشباب المصريين في المؤتمر إن هم يبقى ليهم دور فعال طبعاً يبقوا عارفين ممكن يقدروا يشاركوا إزاي ويبقى ليه صوت ليهم صوت الشباب في مصر صوت الشباب في أفريكا ودي حاجة مهمة صوت برضو المرأة إنها لينا دور ودي حاجة لسه بنبدأ نتكلم فيها ونبدأ نشوفها فده من الحاجات اللي أنا ممكن أقدر أعملها في البوزيشن بتاعي طيب عظيم أنت حضرتي ثلاث قمم قبل هذه القمة اللي هتعقد في مصر من واقع خبرتك بهذا الأمر إيه ممكن نضيفه في ملف الشباب في هذه القمة زي يعني في حاجة مهمة طبعاً فكرة إن إحنا نبقى جزء متنظيم يعني ده مش بوزيشن هيبقى لكوب 27 لا هيبقى لكوب 28 والكوبس اللي بعد كده فكانت البداية من هنا بالضبط إحنا البداية فعلاً تاني حاجة يعني أنا دلوقتي شغالة على مع رئاسة المؤتمر على ده هتبقى يعني خطة بدائية بس هتبقى يعني يعني إحنا لو نجحنا في المؤتمر ده فين إحنا دور الشباب يبقى فعال ده هيرسم بقى الخطة لبقية المؤتمرات إن دايماً يبقى فيه مبعوث من أول ما الرئاسة بتاعت المؤتمر تبقى أكتب والمبعوث ده يبقى بيشتغل مع شبكات الشباب بطريقة منظمة بطريقة بسيستم معين مش بس مرة واحدة أو مرتين وفي نفس الوقت يبقى بيدخل معايا بقى وبيستعمل معايا يعني طبعاً في الأمم المتحدة بكل الحاجات اللي بتشتغل عليها إزاي ممكن نربط بقى دور الشباب اللي هم بيعملوا حاجات في بلادهم ويقدروا يتكلموا ويشار الحلول اللي هم تلعوا بيها الإمباكت اللي هم عملوه في المؤتمر اللي فيه أكتر من مئة بلد بتشارك فيه طيب أنت شايفة إزاي اهتمام الشباب بقضايا تغير المناخ وهل إحنا وصلنا لدرجة من الوعي بالنسبة لو إحنا نتكلم على الشباب على مسألة تغير المناخ وصلنا لدرجة يعني جيدة في هذه المسألة أنا شايفة أنه فعلاً الشباب يعني هم المثل المهم اللي إحنا محتاجينه في قضايا تغير المناخ قضايا تغير المناخ خضايا معقدة بس هي محتاجة شغل وإن إحنا نشتعل بسرعة فاللي ممكن يجيب السرعة دي هم الشباب اللي ممكن يجيب أفكار مختلفة هم الشباب الشباب بيعملوا كده وكل شاب بيعمل كده بطريقة مختلفة بطريقة كرياتف وبرضو اللي حلو فينا من مغالات مختلفة كمان بالزبط واللي حلو فينا إحنا نشتعل مع بعض ودي أهم حاجة إن إحنا قضايا زي دين ما ينفعش كل واحد يشتعل لواحد ولأ إحنا محتاجين الهندسة مع السحة مع القانون كله يشتعل مع بعض عشان نعرف نلاقي حلول للمشكلة إحنا مش قدامنا وقت كتير بس في نفس الوقت أنا برضو مش بحب أتكلم على القضايا بطريقة ناجاتف أو بطريقة تخوف أنه إحنا يلا يا جماعة وإحنا لأ بالعكس إحنا أي حاجة بنعملها لتغيين المناخ إحنا عملها لصحتنا أنا دلوقتي لو كأمنية اخترت أنه طيب خلاص أنا مش هاخد عربيتي النهار ده أنا عايزة تمشى أنا عايزة يخد مثلا المترو أنا عايزة مش عارف أنا هفكرتك بالعجلة مثلا دلوقتي ليه لأ أنا مش بس بعمل كده عشان البيئة لو إحنا فكرنا فيها بعمل كده عشان صحيتي أنا صحيتي البدنية تبقى أحسن صحيتي النفسية تبقى أحسن هبقى مبسوطة عملت حاجة لنفسي وفي نفس الوقت فكرت أن أنا البيئة لقدامنا أنا بدأت مثلا فكرنا بقى في الهوال إحنا بنتنفسه بقى أحسن بقينا كلنا بنعمل حاجة لنفسنا وللبيئة ده كل حاجة اللي فكرنا فيها من ناحية البيئة وناحية صحتنا بطريقة بوزيتف دي حاجة هتوصلنا وإحنا كشباب في إدينا إن إحنا نرسم الصورة دي أو الأكشنز دي جميل إنه يتم إشراك الشباب لكن عايزين نفهم أكتر الشباب هيضيف إيه ومثلا هل هيكون فيه طريقة معينة نستخدم هذه الأفكار اللي هيقدمها الشباب في هذه القمة طبعا الفكرة إن إحنا محتاجين زي ما قلت نشتعل مع بعض فده معناه إيه إحنا كشباب عايزين ندي الحلول بتاعتنا للوزراء وإلى الناس اللي ممكن تخلي حلولنا تحصل على الأرض الواقع دي نقطة المهمة بقى عشان كمان الشباب يكونوا موجودين معاكوا بعد كده في أي حدث متعلق بالتغيير المناخي أو غيره مسألة إن أنا بحط فكرة فالفكرة بيعاط صياغتها والناس بيبقى فيها مناقشات حول هذه الفكرة لو الفكرة تصلح بالفعل يتم تنفذها بالذات وفي نفس الوقت محتاجين إيه معنا برده محتاجين الميزيا إحنا محتاجين توعية إحنا معكم إن ممكن بالذبط ودي حاجة مهمة فعلا يعني إن إحنا نبقى على طول بنشتعل مع بعض إن يبقى فيه توعية اللي الشباب بيعملوا إيه وفيه برضو شباب إحنا مش بنعرف نوصل لها دلوقتي طبعا فيه سوشال ميديا موضوع بقى أسهل بقى إنا نعرف نوصل لبعض أكتر بس كل ما يبقى كمان معنا الميديا كل ما ده بيزود من فكرة الحياة الصغيرة اللي إحنا بنعملها مثلا في الجامعة أو في المجتمع اللي إحنا فيه الحاجات اللي بتتعمل فيه شباب كتير بيعملوا حاجات فعلا رهيبة يعني أنا كل مرة بقابل حد بيحكي لي إحنا بنات مثلا لسه كنت قابلتهم كانوا عاملوا زي سخنات مية في كذا محافظة وكانوا بيعملوها بطريقة اللي هو النات zero carbon مافيش انبعاثات كربون منها المنات دول طلعوا في هارفرد بالسولوشن ده وجم مصر علشان يطبقوه ده إجزامبل واحد عرفت إزاي في إفنت كانوا عاملينه لتغيير المناخ ففي إجزامبلز من دي كتير قوي فكل ما حد من الشباب يطلع أقول أنا عملت كذا في هنا وعملت كذا في هنا ونبدأ نتكلم مع بعض ده حاجة هتساعدنا قوي وهو ده اللي إحنا محتاجينه للمؤتمر وكمان وجود أعتقد كل المهتمين بقضاء المناخ في مؤتمر زي ده لما تعرض هذه النمازج اللي بتتكلمي عنها أعتقد أنه ممكن تدخل حيز التنفيذ وده المهم بالضبط التنفيذ فكرة أنه حد يقول طب أنا ممكن أعمل تيهم لأ ممكن أعمل كذا في المدينة بتاعتي أو في المحافظة بتاعتي ده برضو حاجة مهمة طيب كمسؤول عن الشباب إزاي هتقدر تتواصلي مع الشباب إزاي هتقدر يعني أنت ضربتي نموذج دلوقتي أو ضربتي مثل دلوقتي بمجموعة من الفتيات أنت قابلتيهم وكان عندهم اختراع والهدف منه هو الحفاظ على البيئة إزاي هنقدر نتواصل مع كل صاحب اختراع ده طبعا سؤال مهم وده اللي أنا بشتغل عليه دلوقتي إزاي ممكن نعمل زي شبكة تواصل أو اتحاد ما بيننا وبين الشباب في مصر وفي أفريقيا وفي العالم بطريقة تبقى مستدامة هي مش بس عشان تجيبوني لكم المؤتمر لأ عشان بعض المؤتمر وده حاجة مهمة هنعمل كده إزاي إحنا أول حاجة عايزين نسمع من الشباب فده دي البلان أنه إحنا نبقى منعمل مشاورات مشاورات ودلوقتي عندنا الفرصة أن نعمل مشاورات يعني نعملها أونلاين وطبعا في مؤتمر مهم قوي قبل مؤتمر تلجير المناخ هو مؤتمر تلجير المناخ للشباب ده كل سنة بتعمل اسمه الكونفرنس أو فيوث ده هيعتبر الكونفرنس السبعة عشر ده أصلا تجهي ذاته يعني أنا شغالة كمان مع وزارة الشباب إن إحنا إزاي ممكن وده بيبقى ليه أكسس أكتر يعني مؤتمر طبعا تلجير المناخ بيبقى ليه أكسس للمتد علشان الوزارات والبايتيز وكده بس مؤتمر الشباب ده هيبقى لشباب العالم أما هيجوا ويحضروا يعملوا الورش بتاعتهم يعني مش بس جايين يحضر لأ يعملوا الورش بتاعتهم يبدأ قوي يشار شغلهم وإحنا نبدأ من بدري قوي نسمع منهم أول حاجة إن نيتز بتاعتهم طيب إيه الأكتيفيتز اللي هما بيعملوها ونبقى عاملين برضو سوشال ميديا كامبين كبيرة نعرف ننجيج فيها الشباب وبس على كده إحنا مش بننجيج لما عماتنا إحنا عندنا خطط مؤتمر الشباب المؤتمر الرئيسي وبعد المؤتمر ممكن نعمل إيه هل في توصيات ما مثلا بتخرجوا بيها من مؤتمر المناخ الخاص بالشباب تنتقل بقى للنقصة يعني اللي جاية من الكب لو بنكلم عن الكب 27 اللي قام في مصر آه هو كل سنة بعد المؤتمر ده بيفي حاجة اسمها يعني زي بنقدمها فيها إن إحنا في اليومين دول الشباب قاعدوا مع بعض من كل الجهات بقى من الجهات الصحة حول إنسان المرأة الحياة اللي بتأصل على التلاوث التضرر التكييف وكده التكييف صاري كل ده بيحصل مع بعض وبنطلع بركومنديشنز بقى إنه يا جماعة إحنا في المؤتمر هيبقى فيه ساشنز معينة عن الموضوع ده إحنا كشباب شايفين إن إحنا محتاجين نغير على ده نركض على الحتة دي ندخل دور الشباب في الموضوع ده وكده وده بيبقى اسم الشباب في العالم عشان هما دول كانوا بيحضروا مؤتمر الشباب طيب فيه تعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة الوزارة المعنية ووزارة الكهرابة ووزارة الصحة أين كانت الوزارة بينك وبينهم هل فيه تواصل مستمر؟ أيها طوان أنا كما بيوصل رئيس المؤتمر اللي هو معيني الوزير الكارجية ده أول حاجة اللي هوب بس نفس الوقت احنا شغالين هند ان هند مع وزارة الشباب وشغالين معهم عشان طبعا مؤتمر الشباب ومؤتمر الرئيسي في نفس الوقت طبعا معنا وزارة البيئة ووزارة الصحة شغالين معنا في الحاجات اللي ليه علاقة برضه وبتغيير المناس وزي ما قلت دي أحلى حاجة في المؤتمر إنه بيتارجد حاجات مختلفة وكل وزارة ليها دور فاحنا كلنا شغالين مع بعض بطريقة أنا متأكدا مش قدير كتير فيها الـ opportunity إنه نحن نبقى مشتعل مع بعض بالطريقة دي عظيم كل توفيق لك طبعا بنشكرك شرفتين ونورتين دكتورة أمنية العمراني مبعوث رئيس مؤتمر المناخلي الشباب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا دكتور نورتين